مركز التعليم الإلكتروني بجامعة الأمير سلطان يقدم هذه الدورة المسجلة بعنوان نصائح لإجراء الاختبارات باستخدام منصات رسمية معتمدة من جامعة الأمير سلطان في هذه الدورة سوف نتكلم عن كيفية نظام إدارة التعلم في مودل والآن نبدأ في أول نصيحة وهي استخدام فقط نشاط الاختبار لإجراء الاختبارات وأيضا لإنشاء الاختبار مقالي يجب عليك مشاركة السؤال عن طريق نشاط اختبار محمي وجمع الملفات عن طريق turn it in أو نشاط الواجب وننتقل في نصيحة رقم اثنين وهي الرجاء إخفاء جميع المصادر الغير مستخدمة سواء كانت شرائح عرض تقديمي أو كتب أو أنشطة سابقة إخفاء جميعهم استثناء الاختبار في وقت فتح الاختبار للطلاب وفي نصيحة رقم ثلاثة يجب تحديد توقيتات الاختبارات كل من وقت فتح الاختبار ووقت إغلاقة وأيضا ملاحظة الأفضل تعيين الحد الزمني للوقت المسبوح به مثل ساعة واحدة للاختبار الفصلي وساعتين اختبار نهائي ولكن امنح دقيقتان إلى خمس دقائق إضافية لتوفير وقت للطلاب المنضمين متأخرا أو عنده حصول مشاكل في تسجيل الدخول والآن قمت بإنشاء مثال في مودل لمزيد من شرح هذه النصيحة كما ترون سيفتح الاختبار في الساعة واحدة مساء إلى الساعة ثنتين وعشر دقائق ولكن لحد الزمني للاختبار هو ساعة واحدة فقط معنى أنه يوجد عشر دقائق إضافية في حالة أخر الطالب ليس أكثر من عشر دقائق في بداية الاختبار وبإن كانه إنشاء الاختبار وما زال لديه ساحة للاختبار لكن عند إنشاء الاختبار بعد عشر دقائق مثلا واحدة واحدة عشر دقيقة سيكون الحد الزمني للطالب تسع وخمسين دقيقة وهكذا والآن نكمل العرض في نصيحة رقم أربعة يجب تعيين إعداد عند نفاذ الوقت إلى المحولات الجارية يتم تسليمها تلقائيا في هذه النقطة عندما الطالب لا يمكنه تسليم الاختبار بسبب نفاذ الوقت سوف يتم حفظ حلولهم تلقائيا والآن ننتقل إلى نصيحة رقم خمسة يرجى ضبط أن يكون كل سؤال في صفحة جديدة وأسلوب التنقل حر يمكن ضبط أسلوب التنقل على أن يكون تتابعي للحصول على فرصة أقل للغش ولكنها على النقيض من ذلك ستمنح الطالب حرية أقل في حل الأسئلة كما يحلو لهم وفي نصيحة رقم ستة يجب ضبط إعداد أخلط ما ضمن الأسئلة إلى نعم مما سيسمح لوجود اختلفات بين الأسئلة في كل طالب ولذلك يمنع من كل طالب التنقل الأجابة بين بعض وفي نصيحة رقم سبعة يجب إلغاء تحديد خيارات المراجعة مما سيمنع الطلاب من نقل الإجابات الصحيحة للطلاب الآخرين خصوصا في وقت الاختبارات النهائية ذلك بسبب إظهار الدرجات سوف تكون في موقع الجامعة الأمير السلطان وننتقل نصيحة رقم ثمانية يفضل تعيين كلمة مرور خاصة للاختبار الخاص بك ولا يمكن مشاركة كلمة مرور مع الطلاب ويمكن مشاركتها فقط مع المراقبين تأكد من إبلاغ المراقبين بعدم مشاركة كلمة المرور مع أي شخص ويجب أن لا تكون كلمة المرور واضحة يجب أن تكون أكثر من ستة أحرف أبجدية أو رقمية وفي نصيحة رقم تسعة يجب إدخال كلمة المرور فقط من قبل معلم المادة أو المراقب سيضمن ذلك عدم مشاركة كلمة المرور مع الآخرين وخاصة الطلاب وننتقل إلى نصيحة رقم 10 أنشئ مجموعة من الاختبارات ومجموعة منفصلة من الأسئلة لكل مجموعة وقد تم بالفعل توفير تدريب مفصل في كيفية تشكيل المجموعات والآن نصيحة رقم 11 حدد عدد المحاولات المسموح بها إلى محاولة واحدة فقط ذلك لعدم سماح الطلاب في إنشاء الاختبار مرة أخرى وفي نصيحة رقم 12 بالنسبة للامتحانات النهائية يكون مركز التعليم الإلكتروني وأيضا مركز تقنية المعلومات على استعداد للوصول إلى المعامل فقط لامتحانات موديل لا يوجد وصول إنترنت لا يوجد وصول خارجي وفي نصيحة رقم 13 استخدم نت سوبيت لحظر الوصول الكامل ونصيحة رقم 14 تأكد من التحقق من أن رقم هوية الطالب هي نفسها اسم المستخدم الخاص به وأيضا نصيحة رقم 15 لا يسمح بالهواتف المحمولة ولا يسمح بأجهزة الكمبيوتر أثناء الاختبارات إذا أحتاج أعضاء هيئة تدريس إلى الوصول إلى بعض البرامج فيجب إبلاغ مركز تقنية المعلومات قبل أسبوعين من موعد الاختبار والمساعدة في تجهيز المعمل والآن في نصيحة رقم 16 يجب على المعلم إبلاغ مركز تقنية المعلومات ومركز التعليم الإلكتروني قبل أسبوع واحد على الأقل من الاختبار إذا كانوا بحاجة إلى منع الوصول إلى المواقع وبمعينة في قاعة الاختبار وفي نصيحة رقم 17 يجب على الطلاب عدم مغادرة قاعة الاختبار قبل أن يتحقق المراقب من أن الطلاب قد سلموا الاختبار النهائي وذلك بالنقر فوق الزر تسليم الكل وإنهاء الاختبار في حال عدم الضغط على تسليم الكل وإنهاء الاختبار في هذه الحالة الطالب سوف يتمكن في فتح الاختبار في جهاز آخر وتمكنه من تغيير حلول الاختبار والآن نصيحة رقم 18 بمجرد انتهاء وقت الاختبار يجب من معلم المادة إخفاء الاختبار من صفحة مودل خاصة به لضمان عدم نشر الأسئلة الاختبار أو الدرجات للطلاب إذا لم تكن مستعدا لمشاركتها وفي نصيحة رقم 19 إذا كانوا هناك طلاب حالة خاصة قم بنسخ الاختبار ثم قم بتغيير الإعدادات وقت الاختبار والاسم وفقا لذلك وقم بتقييد الوصول استنادا إلى البريد الإلكتروني للطلاب تم إرسال شرح تفصيلي حول إعداد الاختبارات للحالات الخاصة وفي نصيحة رقم 20 خذ نسخ قليلة مطبوعة من الاختبارات لحالات الطوارئ أو مشاكل الاتصال أو أيضا مشاكل تسجيل الدخول وننتقل إلى توجهات الاختبارات بعض الخطوات التي تمت مناقشتها سابقا عبارة عن إرشادات كما هو مذكر في هذا البريد الإلكتروني سيرسل مركز التعليم الإلكتروني تذكيرا بهذه الإرشادات خلال فترة الاختبارات النهائية لذا يرجى تأكد من إتباع هذه الإرشادات طلب دعم أولا تأكد من رفع طلب الدعم على الأقل ثلاثة أيام عمل قبل التاريخ الاختبار للتأكيد تواجد فريق مركز التعليم الإلكتروني لتقديم الدعم اللازم حتى خارج ساعات العمل عدم من جدولة صيانة النظام أثناء الاختبار يتم الإعلان عن رابط طلب الدعم في قسم الطلاب مرة واحدة في الأسبوع ولطلب الدعم في الاختبارات المودل عبر الإنترنت يرجى إكمال هذا النموذج وإرسال قبل ثلاثة أيام عمل من تاريخ الامتحان في حال طلب الدعم في قسم الطالبات الرجاء تعبية استبيان المركز التعليم الإلكتروني والآن ننتقل إلى موضوع إرشادات نت سوفويت في نصيحة رقم واحد قم بتسجيل الدخول إلى جميع حسابات الطلاب وذلك بالنقض على Student Toolbar وموجود Login زي ما تشوفون في الصهم بعد نصيحة رقم اثنين اجمع جميع الملفات من أجهزة الطلاب مثل ما موجود في الصورة Send Collect Work إمكانك إرسال أو جمع الملفات وفي نصيحة رقم ثلاثة انقل جميع المجلدات إلى الطلاب جميعاً في الضغط على File Transfer يوجد نقل الملفات أو توزيع الملفات ننتقل إلى نصيحة رقم أربعة أحجب جميع المواقع نت سوفويت الإلكترونية من خلال النقر على شريط الأدوات الأيسر يمكنك منع جميع المواقع الإلكترونية وذلك يمنع الطلاب من بحث عن الأسئلة أو استعمالها بشكل عام وفي نصيحة رقم خمسة استعرض تاريخ محركات البحث الخاصة بالطلاب وعند نصيحة رقم ستة راقب نشاطات الطلاب بشكل مباشر وأيضاً يمكنك إنشاء كلمة المرور للاختبار لكل طالب بشكل فردي وأخيراً في نصيحة رقم سبعة تحكم وصول الطلاب إلى أجهزة USB Drive NCD في النقر على شريط الأدوات الأيسر زي موجود في الصهم ولإنشاء الدورة في الموقع موديل أولاً تسجيل دخول في حسابك ثم الذهاب إلى الصفحة الرئيسية في شريط الأدوات الأيسر والنزول إلى تحت آخر شيء عند تمكنك للوصول إلى متنوع الدورات وهو المسلينيس وأيضاً تحت المتنوع الدورات وهو المسلينيس ثم بعد ذلك سيظهر لك عدة دورات ومنها مصادر اختبارات موديل عبر الإنترنت في هذه الدورة سوف تتمكن من التعرف على إعداد الاختبارات بشكل سليم وصحيح وأيضاً سوف تتمكن من التعرف على كيفية إدارة الاختبار بعد تسليم الاختبار من الطلاب وحتى التعرف على كيفية إخفاء درجات الاختبارات وأخيراً التعرف على كيفية إعداد الأسئلة وإنشاء ذلك الأسئلة وإنشاء بنك الأسئلة يمكنك الاشتراك في قناتنا ليتم إعلامك لتلقي جميع الدورات الجديدة وهذا يقودنا إلى نهاية دورتنا في نصاح الإجراء الاختبارات في موديل ونتمنى أفدناكم ومن فضلكم على المزيد من التفاصيل أو الأسئلة الرجاء التواصل معنا أو الاتصال بنا ترجمة نانسي قنقر